السلام عليكم ورحمة الله بباتي تاسع اليوم إن شاء الله سنتحدث عن الوحدة الحادية عشرة عن الاسم المقصور والمنقوص والممدود الأهداف التي نريد تحقيقها نريد أن نعرف الأسماء المقصورة والمنقوصة والممدودة وتمييزها وتمييزها في الجملة ونريد أن نوضف الأسماء المقصورة والمنقوصة والمنقوصة توظيفا صحيحا انظري الآن إلى الأمثلة أمامك حتى أضحت مهوى أفئدتهم لاحظي الاسم الملون هنا مهوى بما انتهى لاحظي أنه انتهى بألف مقصورة على صورة يا غير منقوطة فالاسم الذي ينتهي بألف مقصورة أو يا غير منقوطة نسميه اسما مقصورا المثال الثاني لإتمام دراستهم الدنيا والعليا لاحظي الدنيا انتهى بألف قائمة ممدودة وكلمة العليا انتهى بألف قائمة ممدودة هذه الكلمة أيضا نسميها اسم مقصور لأنه انتهى بألف قائمة في المثال الثالث كما كانت في الماضي لاحظي أنها انتهت بياء ثابتة قبلها ماذا؟ قبلها كسرة الماضي الضاد هنا مكسورة إذن هنا انتهت بياء غير مشددة ثابتة وقبلها كسرة فهذا الاسم يسميه اسما منقوصا لاحظي المثال الرابع يشهد لها القاصي والداني القاصي والداني انتهى أيضا بياء ثابتة غير مشددة وقبلها كسرة فهذا الاسم يسميه اسما منقوصا الاسم المنقوص في المثال الخامس ما زالت الجامعات الأردنية الغراء لاحظي أنه انتهى بألف وهمزة ممدودة فالاسم الذي ينتهي بألف وهمزة ممدودة ألف ممدودة وهمزة نسميه اسما ممدودة لاحظي المثال السادس تخرج فيها علماء أجلاء هنا انتهى بألف وهمزة ذلك تسميها اسم أيضا ممدود في أرجاء لاحي يشار لهم بالبناني في أرجاء المعمورة كلمة أرجاء هنا انتهت بألف وهمزة فهي اسم ممدود إذن الاسم المقصور هو الذي ينتهي بألف مقصورة على سورة ياء غر منقوطة أو ألف قائمة نسميه أيضا اسم مقصور والاسم المنقوص هو الذي ينتهي بيا غير مشددة مثل كلمة الماضي القاصي الداني ياء غير مشددة وقبلها كسرة والاسم الممدود هو الاسم الذي ينتهي بألف وهمزة وينتهي أيضا مثل كلمة الغراء كلمة علماء كلمة أجلاء لذلك نسميه اسما ممدودا كما في الأمثلة أمامنا الآن ننتقل إلى تلخيص القائدة لاحظي معي كلمات مرة أخرى نلخص مرة أخرى ما هو نقول ما هو هنا انتهت بألف مقصورة على سورة ياء إذا أمعنا النظر في الأمثلة السابقة فإننا نلاحظ أن الكلمات التي تحتى خطف المثال الأول والثاني هي آخرها ألف ثابت مثل ما هو دنيا عليا نسمى كل منها اسما نسميها اسما مقصورا إذن الاسم التي تنتهي بألف على سورة ياء أو على سورة ألف قائمة نسميها اسما مقصورا هكذا تسمى إذن هذه الاسمة التي تنتهي على سورة ياء غير منقوطة أو على سورة ألف قائمة نسميها كل منها تسمى اسما مقصورا إذن إذن بسخدام مهارة الاستنتاج أستنتج أن الاسم المقصور هو اسم معرب مختوم بألف ثابتة تأتي على سورة ياء غير منقوطة أو على سورة ألف قائمة الآن فائدة الأسماء المقصورة الثلاثية نثنيها أو نجمعها لما عرفت إن كان أصلها واو فإنها تكتب قائمة مثل سما سماوان علا عنوان نرجع لأصل حتى إذن تكتب قائمة إذن كان أصلها واو بينما نلاحظ الأسماء فت عندما نثنيها فتيان أصلها ياء فتكتب على سورة ياء غير منقوطة هدى هديان فأصل الألف ياء أصلها ياء غير منقوطة فكتبت على سورة ياء غير منقوطة أما بالنسبة لأسماء غير الثلاثية المنتهي بألف فإنها تكتب على سورة ياء غير منقوطة إذا كان الاسم غير ثلاثي فدائما يكتب على سورة ياء غير منقوطة إلا إذا سبقت الألف بياء مثل زكرية لأنها سبقت بياء كتبت قائمة ثرية لأنها سبقت بياء تكتب قائمة وكذلك الاسم يحيى صحيح أنه غير ثلاثي لكنه يكتب على سورة ألف مقصورة غير منقوطة للتفرقة بينه وبين الفعل يحيى هذا هو السبب للتفرقة إذا الأسماء غير ثلاثية دائما تكتب على سورة ياء غير منقوطة إلا إذا سبقت بياء إذا سبقت ألفها بياء مثل زكرية ثرية أما كلمة يحيى تكتب هكذا على سورة غير منقوطة مع أنه سبق بياء لتفرق بينه وبينها الفعل الآن الأسماء الأعجمية غير العربية المنتهية بألف فإنها تكتب ألف قائمة مثل فرنسا أمريكا نمسا ما عدا أربعة أسماء أعجمية هي موسى عيسى كسرة بخارة فإنها تكتب على سورة ألف مقصورة أو ياء غير منقوطة على سورة ياء غير منقوطة إذا إذا أمانت النظر في الأسماء التي تحتها خط في المثالين الرابع تجد أنها الثالث والرابع تجد أنها أسماء معربة أخرها ياء لازمة غير مشددة مثل عندك الماضي القاصي الداني ويسمى كل منها اسما منقوصة إذن الذي ينتهي بياء الاسماء التي تنتهي بياء كما قلنا كما شرحنا الاسماء التي تنتهي بياء غير مشددة وقبل ياء يوجد كسرة فإنها تسمى اسم منقوص إذن الاسم المنقوص هو اسم معرب مقنوب بياء لازمة غير مشددة إذن نسميها اسما منقوصا الآن إذا أمعنا النظر في الاسماء التي تحتها خط في الثلاث الأخيرة الغراء علماء أجلاء أرجاء انتهت بألف وهمزة ويسمى كل منها اسما ممدودا إذن الاسم الممدود هو الذي ينتهي بألف وهمزة مثل الغراء علماء أجلاء إذن الاسم الممدود هو اسم معرب معرب يعني يعرب حسب موقعه ويأخذ حركته إما تضم يتغير حركته حسب موقعه الإعرابي يكون مختوم بهمزة قبلها ألف إذن ننتقل الآن إلى التدريب الأول في صفحة خمسين طالباتي نشاط ميز الاسم المنقوس من الاسم المقصور في كل ما تحت خط مما يأتي الآن قال تعالى وجعلوا الله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصف الآن لاحظي كلمة شركاء متعتخط هي انتهت بألف وهمزة فهي اسم ممدود المثال الثاني الرجال والنساء شركاء في التنمية كلمة النساء هنا انتهت بألف وهمزة إذن هي اسم ممدود لاحظي المثال الثالث إن الفتاة المجد هم عالية لاحظي الفتاة هنا اسم انتهى بألف مقصورة على صورة ياء غير منقوطة فهي اسم مقصور لأنه انتهى بألف مقصورة على صورة ياء غير منقوطة فهو اسم مقصور لاحظي المثال الذي ليه قالت أمي ما زالت ذكرى الأيام المدرسية تفتح هنا في ذات الماضي ذكرى هنا ألف غير منقوطة ياء غير منقوطة والماضي هنا ياء فهي اسم مقصور الأولى ذكرى مقصور والثانية الماضي اسم منقوص إذن إذن هي اسم مقصور واسم منقوص اسم الأول مقصور ذكرى والاسم الثاني الماضي منقوص الآن المثال الذي ليه ليست الحياة كلها أصدقاء ففيها أيضا أعداء أصدقاء وأعداء انتهت بألف وهمزة فيه اسم ممدود الآن المثال الذي ليه الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني كلمة الثاني هي اسم منقوص لأنها انتهت بياء انتهت بياء قبلها كسرة آخر شيء سيبقى الأردن سدا منيع في وجه الأعداء انتهت بألف وهمزة فهي اسم ممدود هذه بالنسبة للتدريب الأول نكمل إن شاء الله غدا النشاط الثاني أعطيكم العافية حبيباتي تاثر